ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأنا كثيراً أحب السودان وكثيراً مبسوط أنه موجود حالياً بينكم وإن شاء الله أنه لا تكون آخر زيارة لألي على السودان أريد أن أتحدث عن موضوع تعدد الثقافي عن الاختلاف بين الأراء وبين الأشخاص طبعاً أنا كمخرج أتحدث عن الصورة ولا أتحدث عن هذه الحكاية العامة كما كان الأخ محمد المصطفى عزف و يتحدث عن الموسيقى فنحن نتحدث عن الصورة ولا نتحدث عن الكلام ولكن بما أن الشعب السوداني نتيجة التنوع بهم الأمر فأنا سأتحدث عن هذا اليوم سأتحدث عن موضوع الأختلاف بين الأشخاص والتعدد الثقافي الذي مرأ عبر الدول أوروبا قديماً كانت أكثر شغلة تعاني منها هي الطبقية أكيد كلكم طلاب جمعاته تعرفوا أيضاً الموضوع أكبر صراع تم بأوروبا خلال الفترة الماضية من القرون القبل هذا القرن اللي نحن موجودين فيه كان هو الطبقية الطبقية لما وصل الشعب بلش تتعلم ويتسقف أكثر لغى الموضوع الطبقية صار الأساس اليوم بأوروبا هو المعيار العلمي لكل الأشخاص الموجودين بأوروبا هو المعيار العلمي حالياً يلي هو بميز الشخص عن الآخر أما باقي الأشياء الطبقية أو العرقية أو الدينية ما إلى أي تأثير أما نحن بمجتمعاتنا الشرقية للأسف بعد الأمور اللي بتتعلق بالعرق الأمور اللي بتتعلق بالعائل والنسب الأمور اللي بتتعلق بالدين هي أكثر شغلة بتأدي لمشاكل بكل دولة يعني بتعاني منها عندنا مثلاً بلبنان نظمنا نوعاً ما الخلافة الطائفي أو الديني عبر مؤسسات الدولة فاليوم كل طائفي إلا حصتها بالدولة وهذا شيء موجود بالقانون مع العلم أنه يمكن اللبنان هو أكثر بلد متنوع طائفياً في عندنا 18 طائفي هذا الموضوع معه بشكل أبداً على المستوى الاجتماعي أي مشاكل ممكن على السياسة بأثر أكيد بس على مستوى الاجتماعي ما فيه أي تأثير بالعكس هو مصدر غنى لكل اللبنانيين ونوعاً ما يعني محبين للآخر يعني الشعب اللبناني كثير من فتح على كل الشعوب الأخرى وأنتم بتعرفوا الانتشار اللبناني وين واصل يعني فنحنا ما عندنا أي مشكل باتجاه أي آخر شو ما يكون لونه ولا عرقه ولا الاختلاف السقافي يعني اللي موجود بين اللبنانيين والآخرين هذا شيء نحنا ملغي فنحنا نتعامل مع الإنسان على الأساس أنه هو إنسان بالبلاد الأوروبية حالياً بعد ما استوعبت فكرة أنه الاختلاف هو مصدر غنى نظمت الخلافات إذا بتشوفهم مثلا اليوم بأوروبا من بعد ما كنا عم نحكي بالأول عن الطبقية أوروبا كتير عب في فكرة فيها أعراق يعني إذا أنتم ما بتعرفوا أكيد بفتكر أغلب كنوا بيعرف أن في دول بتعاني من أعراق أخرى يعني مثلا ألمانيا فيها كتير أتراك وفي بصير بينتهم بعض الخلافات الجوهرية بس بشكل عام أوروبا نظمت خلافاتها يعني اليوم انتهى أي مصدر خلاف يلي هو بيعتمد على الفروقات وصارت يعني التنظيم لعملته رسخته خلال الدولة بفتكر أي مواطن مننا بيحلم أي شخص مننا بيحلم أن يكون مواطن بدولة أوروبية ليش لأنه احترمت هذه السقافات التنوع السقافي الموجود أنا نحكي بس بموضوع بما أني أنا كمان بشتغل بالسينما مخرج بس بحب أن أحكي بموضوع التأثير بالفن على السقافة اليوم أنا بفيلم سينما ممكن إجمع كثير سقافات متنوعة وممكن نفس الوقت أعمل مشاكل يعني أنا ممكن أعمل فيلم سينما يحكي عن شغلتين مختلفين ممكن أوصل ل مشاكل كبيرة وممكن ببلد معين يؤدي ل يعني ما بدي أوصل لحد الجريمي بس بمعنى أنه ممكن أوصل ل مشاكل كثير كبيرة وبنفس الوقت في أعمل فيلم أنا في يجمع في بين الفرقات وفي يجمعها في يحكي عن أسرتين مثلا مسيحية ومسلمية بمحل معين كيف هن متفقين بين بعضهم وهذا الشيء كثير بفيد طبعا المجتمع لما بيحكي فيه وهو منيح يعني الفن إنه كمان فيه رسالة أنا اليوم لما بعمل أي شيء فاني لازم يكون فيه هدف ورسالة والهدف السامي للرسالة هو إنه تقرب مد بعد الفرقات الموجودة تمحيها وتحط بينها إنه الاحترام طبع الأشخاص وبنفس الوقت بفتكر إنه كل واحد فينا عنده نوع من اختلاف جوته فيه شيء تناقض يعني ممكن أنا هلأ أفكر بشغلي بعد عشر دقيقة بالظبط يطلع معي النقيد طبعها وهذا الشيء بفتكر صاير مع كلنا بموضوع معين بفكر فيه بطريقتين في مثل عندنا بلبنان بقول إنه لو لا اختلاف العقول ما عمر الكون يعني الاختلاف هو اللي خلى هيدا الكون ينبنى أما إذا بيكون بمحل واحد ما فيه أي شيء إلا هدف واحد أو طريقة تفكير وحدي ممكن إنه هيدا الشيء ما يوصل لنتيجة يعني ضل الأمور بمحله أما الاختلاف بالطريقة بالتفكير الاختلاف بالتنوع الموجود بيكون بمحل معين ممكن يشيله لمحلات أعلى بما إنه عب بحكي عن موضوع السينما وحكيت شواء عن لبنان وعن أوروبا طبعا أوروبا الحديث عنها كتير كبير والموضوع كمان هو موضوع التنوع السقافي إذا بدي حكي فيه بده مجلدات لا ينحكى فيه وأنا مني لا فيلسوف ولا مرشد اجتماعي صراحة يعني لا أحكي أكتر من هيك فس عب بحكيوهن عن موضوع يعني كتجربة شخصية التجربة الشخصية بتقول إنه أنا خلال معاشرتي لمجموعة كبيرة من السقافات والتنوع المعرفي والتنوع يعني الطائفي أو العرقي يلي تعرفت على أكتر من مئة جنسية تقريبا وأكتر من مئة عرق وأكتر من سقافات من نوعا يعني ما بين شرق آسيا لكندا لأميركا لكل هذه البلد عملت مني إنسان واعي أنا بعتبر حالي قبل ما أتعرف على هود الناس وقبل ما أختلط معهم ما كنت بنفس مستوى مضجي اليوم يلي أنا عيشه ما كنت بنستوى نفس الوعي ولا بنستوى نفس السقافي وحتى أكتر من هيك باب الرزق بيكون لما بيكون فيه تنوع باب الرزق وأنتو كلكن يمكن تكونوا بكتوصل لمرحلة فيها سوق عمل وكلكن بكون تفتشوا على وظائف أو على مستقبلكم طبعا باب الرزق ما بيجي إلا بالتنوع لأن المحل الواحد شوفوا بأي محل بالدنيا لما بيكون فيه بس يعني خط معين ما فيه تنوع فيه للبلد عم بيكون البلد عاطل معهم بيكون كتير منيح أما الغنى التنوع هو بيعطي غنى ومصدر للبلاد المتحضرة البلد المتحضر اليوم هو يلي بينظم الاختلاف ويلي بيحترم الاختلاف بين الناس ويلي بيحاول أن الشخص يحس بمسؤوليته اتجاه البلد اللي عايش فيه واتجاه الأشخاص الآخرين لأنه مثل ما عم نرجع نقول إنه الإنسان هو بحث زيته فيه كتلة من التناقضات فلازم يحترم إنه الآخر كمان عنده رأي مخالف لرأيه الشخصي اخترت لإلكون من خلفتي كمخرج اخترت من مصر تحديدا أربع أفلام بس لإلكون إنه كيف كانت عم تحكي عن التنوع بمصر أكيد كلكم حضرينين فيلم حسن ومرقص بفتكر أغلابكم حضرينه حسن ومرقص يلي إنتجوه سنة 2008 كان عم بيحكي عن أسرة مسيحية وعن أسرة مسلمة الظروف الاجتماعية اللي كانت حاصلة وقتها خلت إنه أمن الدولي تقبل إنه يبدلوا الديانات بين بعضهم لحماية الأفراد وهذا الشي عمل صداقة قوية كتير بين العائلتين والاختلاف أبداً ما كان إلا تأثير المنيح ما كان إلا أي تأثير سالبي وفيه فيلم لو أخذه أن تجوه سنة 2004 عم بيحكي عن قصة الطفل المسيحي كان موجود بمدرسة مختلطة نوعاً ما فدعا إنه هو مسلم خوف من الاضطهاد للزملاء هذا الفيلم كان فيه رسالة إنه لازم التربية هي أول محل يكون للفهم لازم إنه المدرسة من وقت ما بيكون الولد أول ما بيفوت على كاتجي 1 أو كاتجي 2 الجرديري ما بعرف شو بتسموها هون بالسودان بس بمعنى إنه أول ما بيفوت على الجرديري لازم يبلش يفهم الاختلاف إنه منو نفس الأشخاص فهاي كانت رسالة تربوية كتير مهمة قدامها الفيلم فيه فيلم اسمه الإرهابي طبعاً الإمام أكيد بفتكر كلكم حاضرين إنه ما في حدا ما حاضر فيلم الإرهابي يلي كان عم بيحكي عن فكر التعصب الديني هو تأثيره سلبي منه إيجابي فلازم التعصب الرسالة الدينية لكل الناس الأديان السماوية إنه تقرب وجهات النظر لبعضها ما تبعدها أو قولت نور الشريفة مجد المصري كانت عب تحكي عن موضوع الوحدة الوطنية فترة السبعينات يلي كانت متعرضة لنوع من المشاكل بيحكي عن قصة أحد الزباط المسلمين اللي بيساعد بشطة طرق إنه يبرق طبيب مسيحي من جريمة قتل وهذا الشي كمان بيرجع بيأكد على رسالة السينما إنه هي هدفها تقريب وجهات النظر مش بعدها آخر شي بس حبيت أشكر جامعية منظمة TEDx والصديق ديركتور واقل شكرا للكم السمعتولي كمان والسلام عليكم شكرا للمشاهدة